اشتركوا في القناة احتدام القتال بين حركة حماس وجيش الاحتلال الاسرائيلي في خان يونس الامم المتحدة تصف الوضع في غزة بانه مستحيل وتدعو لوقف القتال جيش الاحتلال الاسرائيلي يقصف مواقع لحزب الله بجنوب لبنان اهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الاخبار من قناة النيل للاخبار نفذ جيش الاحتلال الاسرائيلي هجمات عنيفة بالطائرات والدبابات على مدينة خان يونس في قطاع غزة ليل الجمعة من جانبها اعلنت حركة المقاومة الفلسطينية انها تخوض معارك ضارية بمواجهة قوات الاحتلال في خان يونس تستمر المعارك الضارية بين جيش الاحتلال والمقاومة التي تتصدى بشراسة لتواغلات الدبابات الاسرائيلية في وسط غزة مؤكدة ان يدها ثابتة وقوية في الميدان لافتة الى ان الاحتلال لا يعترف بالحجم الحقيقي لخسائره مشددة على انها هي من تقود الحرب واعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس استهداف عشرين آلية عسكرية اسرائيلية خلال الساعات الثماني والاربعين الماضية في منطقتين الدرج والتفاح بمدينة غزة وقالت ان مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في منطق جبل الريس شرقية مدينة غزة واضافت انهم فجروا عبوة مضادة للافراد في قوة اسرائيلية راجلة واستهدفوا قوة اخرى متحصنة في مبنى بقذيفة تي بي جي موقعين في صفوفهم عددا كبيرا من القتلى والجرحة كما نفذ مقاتلها كمينا شرقية حي تفاح دمر ناقلة جند وقتل عشرة جنود من المسافة صفر القسام اكد تدمير دبابتين اسرائيليتين من نوع ميركافا بقضائف اليسين 105 اضافة الى اسقاط طائرة استطلاع من طراز سكايلاركتو كانت في مهمة استخبارية لجيش الاحتلال في بيت حانون كما فجرت حقل الغام في قوة مشاه لجيش الاحتلال وآليات عسكرية شمال مخيم البريج وأوقعت عناصرها ما بين قتيل وجريح وأعلنت القسام استهداف جرفة اسرائيلية من نوع دي تسعة بقضيفة اليسين 105 شمال مخيم البريج وأكدت اصابتها بشكل مباشر من جهتها قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي ان مقاتليها قصفوا حشودا اسرائيلية بوابل من قذائف الهون في منطقة عبسان شرق خان يونس وأضافت السرايا انها قصفت مستوطنات حوليت وصوفا وانيرس حاق في غلاف غزة برشقة صاروخية مركزة من جانبها قالت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتحة انها خضت اشتباكات مع قوة راجلة مكونة من ثمانية جنود في مدينة خان يونس وأوقعتهم بين قتيل وجريح وقالت انها قصفت تجمعا لأليات الاحتلال وجنوده شرقية خان يونس بقذائف الهون من العيار الثقيل وأعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قنص جندي اسرائيلي شمال شرق البريج وسط قطاع غزة واصابته بشكل مباشر من جانبه أعلن جيش الاحتلال أن فرقة غزة وقوات المدرعات والهندسة بدأت هجوما على خربة خزاعاء التي انطلقت منها عملية طوفان الأقصى على كيبوت سنيرعوز في حين أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل صافرات الانذار في زيكيم بغلاف غزة وصف مارتين جريفث وكيل أمين عام منظمة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية الوضع بالقطاع غزة بأنه وضع مستحيل لأهل غزة ومن يحاول مساعدتهم ودع مارتين جريفث وكيل أمين عام منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى ضرورة التوصل لقرار يقضي بوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة يا داليا ملخص اليوم الرابع والثمانين من العدوان الإسرائيلية على القطاع الذي تعتبره إسرائيل مرحلة أساسية من مهمة تدمير حركة المقاومة الإسلامية حماس بعد 12 أسبوع من العدوان حولت قوات الاحتلال الإسرائيلية الكثير من قطاع غزة إلى أنقاض ولا مؤشر على خفض وتيرة الهجوم إذ تنهي إسرائيل العام بحجمات جديدة في وسط وجنوب غزة الأمر الذي أدى لموجة نزوح جديدة للسكان الذين فروا بالفعل من مناطق أخرى حيث تجمع عشرات الآلاف من النازحين الجدد أسفل خيام من القماش المشمع في وسط القطاع بعد فرارهم من أحدث هجوم تشنه الدبابات الإسرائيلية ويفر عشرات الآلاف من سكان غزة من البريج والمغازي والنصيرات في وسط القطاع بموجب أوامر إسرائيلية بعد تواغل الدبابات من شمال وشرق القطاع وتوجه معظمهم جنوبا أو غربا إلى مدينة دير البلح المزدحمة بالفعل بالنازحين حيث أقاموا مخيمات مؤقتة مصنوعة من ألواح البلاستيك في أي أرض مفتوحة متاحة تحت برد الشتاء القارس ويقول السكان إن القوات الإسرائيلية توغلت في البريج بوسط غزة في اليومين الماضيين فيما لا يزال القتال العنيف مستمرا في الضواحي الشرقية وكان القصف عنيفا هناك على وجه الخصوص وفي النصيرات والمغازي المجاورتين ونزح جميع سكان القطاع تقريبا البلغ عددهم مليونين وثلاثمائة ألف شخص من منازلهم مرة واحدة على الأقل ويفر الكثيرون الآن لثالث أو رابع مرة وفي الجنوب تقصف القوات الإسرائيلية خان يونس استعدادا لمزيد من التوغل في المدينة الرئيسية بجنوب القطاع التي استولت القوات على مساحات واسعة منها في أوائل ديسمبر في مهمة وصفتها إسرائيل بأنها لم تنفذ من قبل زاعمة أن القوات تصل إلى مراكز قيادة حماس ومخازن أسلحتها وتعرضت مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع للقصف العنيف في مدينة نيويورك قال السفير ماجد بامية نائب مندوب فلسطين بالأمم المتحدة خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي ناقش فيها المواقف بالضفة الغربية المحتلة أن إسرائيل تنفذ خطة ممنهجة تهدفه لإبادة الفلسطينيين تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية لا يمكن أن يكون نتيجة هامشية لتداعيات الحرب على قطاع غزة إسرائيل تتبنى خطة ممنهجة للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ليست فقط نتيجة مباشرة للأدوان الإسرائيلية على القطاع لكنها أداة يستخدمها الاحتلال للضغط على أبناء الشعب الفلسطيني وتهجيرهم قصريا الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أيضا سياسة التجويع للشعب الفلسطيني كأداة من أدوات الحرب من جانبه قال فاسيليني بيتزيا من دوب روسيا بالأمم المتحدة إنه يجب العمل من أجل التواصل لتسوية سلمية عادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي حتى الآن للأسف لم نرى الأفق السياسي الذي يتحدث عنه الكثيرون ولكن من المهم العمل الآن على استعادة الأفق السياسي فيما يتعلق بعملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس القانون الدولي المعترف به بشكل عام والذي ينص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ستعايش في سلام وأمن مع إسرائيل لم يكون هناك سوى مثل هذا النهج المتوازن وغير المتحيز والقائم على القانون الدولي هي استجابة ورد فعل لا أكثر على جرائم الاحتلال في غزة والضفة أيضا استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي كرب موقع عسكري عند مفرق مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن الشاب عمرو عبد الفتاح أبو حسين استشهد شرق مدينة دورا جيش الاحتلال أطلق النار على الشاب داخل مركبته وتركه ينزف دون تقديم العلاج بزعم أن الشاب حاول دهس عدد من الجنود في المنطقة كان جيش الاحتلال قال إن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح في هجوم دهس نفذه فلسطيني مشيرا إلى أن عناصر الجيش في المنطقة شلوا حركة المهاجم وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في وطيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر منذ ذلك الحين استشهد أكثر من ثلاثمائة وخمسة عشر فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال أو مستوطنين إسرائيليين في مدن وبلدات الضفة لترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء الفلسطينيين في الضفة منذ مطلع العام الجاري إلى أكثر من خمسمائة وعشرين شخصا بحسب إحصاءات وزارة الصحة قوات الاحتلال اعتقلت أيضا عشرة فلسطينيين على الأقل من مناطق متفرقة بالضفة كما اقتحمت قوات الاحتلال حية سطح مرحبة في مدينة ألبيرا ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات هذه هي الليلة الثانية على التوالي التي تقتحم فيها قوات الاحتلال مدينة ألبيرا الملاسقة لرام الله في مدينة تل أبيب قال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش إسرائيل إنه تم توجيه ضربات مكثفة أثرت على وجود حزب الله بجنوب لبنان تواصل ضربات مكثفة على مواقع حزب الله قرب الحدود الشمالية لم تعد تبدو مثل ما كانت في السادس من أكتوبر ولن تعود إن أهداف الضربات الجوية والمدفعية الأخيرة شملت منصات إطلاق ومجمعات عسكرية وفرقا تابعة لحزب الله مع استمرار التصايد الإسرائيلي في جنوب لبنان تتزايد يوما تلو الآخر التحذيرات الإقليمية والدولية من خطر نشوب حرب شاملة في المنطقة ككلة فمنذ بدء العدوان الإسرائيلية على غزة شنت إسرائيل عمليات قصف استهدفت مدن الجنوب اللبناني الحدودية ومواقع حزب الله اللبنانية في حين تبادلها المقاومة القصف عبر الحدود ردا على عدوانها على غزة هذا التصايد العسكري في جنوب لبنان أصفر عن نزوح عشرة الألاف من سكان الجنوب وسط ظروف الإنسانية صعبة حيث اضطرت السلطات اللبنانية إلى تحويل بعض المدارس إلى مراكز إيواء للنازحين وتشير التقديرات اللبنانية إلى نزوح أكثر من ثبعين ألف لبناني من منازلهم جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف أكثر من خمسين بلد حتى الآن وتسبب في أضرار لأكثر من ألف فدانة واندلعت التوترات في الجنوب اللبنانية منذ الثامن من أكتوبر الماضي بسبب عمليات القصف المتبادل بين حزب الله في لبنان من جهة وإسرائيل من جهة أخرى وقتل في هذه العمليات أكثر من مائة وخمسين شخصا على الجانب اللبنانية معظمهم من مقاتلي حزب الله ولكن بينهم أيضا أكثر من عشرين مدنية في حين على الجانب الإسرائيلي قتل أربعة مدنيين وتسعة عسكريين على الأقل وعلى الرغم من الانسحاب الإسرائيلي من البلدات اللبنانية المحتلة جنوبية نهر الليطاني إلا أن إسرائيل ما زالت تحتل عدد من البلدات في الجنوب اللبنانية أبرزها مزارع شبعة في القطاع الشرقية من جنوب لبنان انطلق مراثن زايد الخيري في نسخته الثامنة بسحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة مراثن زايد يحمل رسالة إنسانية منذ انطلاقه في عام 2001 وواحد في نسخته الأولى في أبو ظبي ويخصص العائد لصالح المستشفيات للمزيد ينضم إلينا مراسلنا عبد الحميد صار عبد الحميد يعني هل لك أن تطلعنا عن المزيد أحييك محمد وكل مشاهدي قناة تنين الأخبار من أجمل منطقة في مصر من العاصمة الإدارية أحييك وأحيي كل مشاهدينا في ساحة الشعب هنا ما بين وزارات الحي الحكومي وهذه المنطقة الجمالية التي الكل أكد أنها كما يقولنا في أوروبا هنا في هذه المنطقة التي ازدانت بعداد تعدد الخمسة عشر ألف من المتسابقين من الشباب الفتيات كبار السن الصغار السن الأطفال ذوي الهمم وأيضا قصار القامة الذين شاركوا في هذا السباق عشرة كيلومترات ثم اثنين كيلومتر ذوي العاقة وأيضا قصار القامة كما ترى الكاميرا معي وتنقل لكم هذه هي نقطة العودة والنهاية والختام للسباق الذي بدأ في حوالي تساعة والنصف من صباح اليوم وأعداد حاشدة كبيرة من كل الفئات العمرية وأيضا المشاركة في هذا السباق الجانب الإماراتي والمنظم أكد على أن هذه النسخة هي أكبر نسخة في النسخة الثامنية التي جاءت على أرض مصر ست نسخ تم تنظيمها من قبل وهذه هي النسخة الثامنة التي تنطلق اليوم من بين يعني وزارات الحي الحكومي في العاصمة الإدارية جديدة جولة الزهاب كانت ما بين هذه الوزارات بعضها البعض وتنقل صورة جمالية تؤكد مدى جاهزية العاصمة الإدارية لاستقبال الجميع وأيضا فتح بوابها للمصريين وغير المصريين للوصول التمتع بهذه المنطقة الجميلة العمرانية الجميلة التي تم بناها وأيضا تشيتها في وقت قياسي الكل يؤكد على الرسالة الإنسانية التي يحملها هذا المارسون مارسون زايد الذي تحول من مارسون خيري إلى مارسون رياضي دولي بمجاب النسخ الثامنية التي يقيمت على أرض مصر العائد الخيري كما سبق وذكرت زمينة محمد سيعود بالنفع العام على مستشفيات العاملة في المجال الإنساني والخدمات الطبية هي مستشفيات نعلاج الأمراض السرطانية وأيضا القلب وأيضا الحروق هذه المستشفيات يعود كل العائد تجاهها المكافات وأيضا الجواز رفعت العشرة ملايين جنيه هذا العام ستوزع على خمسة ألاف من المتسابقين بالإضافة لماية رحلة عمره باقي العائد سيضخ إلى المستشفيات شكرا جزيلا عبد الحميد صار مراسل قناة النيل للأخبار كنت معنا من العاصمة الإدارية الجديدة وفي ختام نشراتنا مشاهدين الكرام هذه تذكرة بأبرز العنوين احتدام القتال بين حركة حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس الأمم المتحدة تصف الوضع في غزة بأنه مستحيل وتدعو لوقف القتال جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع لحزب الله بجنوب لبنان وبختم علامة الأخبار مشاهدين الكرام نصلوا إلى ختم نشراتنا الإخبارية للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت نايل دوت إي جي شكرا لكم وإلى شكرا لكم